اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صغاري الأعزاء مرحبا بكم في حصة جديدة في مادة التربية الإسلامية مدخل القصد موضوع درسنا بعنوان أحسن معاملة زملائي أعيد أحسن معاملة زملائي أحبائي أهداف درسنا لهذا اليوم أولاً أعامل زملائي معاملة حسنة أن نميز بين المعاملة الحسنة والمعاملة السيئة أحباب الصغار لعل آخر درس من دروس القصد كان عن طاعة الوالدين وحسن معاملتهما والبر بهما فكما أوصان ديننا عن الوالدين فهو يدعونا كذلك إلى مراعاة حقوق الآخرين وحسن التعامل معهم بأدب وكلام طيب وأخلاق حسنة ولكي تتقوى علاقة بربي أطيعه في كل ما أمرني من عبادات ومعاملات طبعاً أحبائي هذا ما سنكتشفه اليوم إن شاء الله فشدوا العزمة أنار الله بصيرتكم جميعاً أحبائي سأعقد أنا وأنتم اتفاقاً وهو عند كل صورة لابد لكل واحد منكم أن يعبر عنها بجملة مفيدة وهذا لن يتأتى أبنائي بناتي إلا بتوقيف شريط الفيديو لاحظوا معي الصورة الأولى لعل هذه الصورة أعجبتكم جداً لأن الأطفال يلعبون بمودة وأحوة والبسمة بادية على محياهم أليس كذلك؟ نمر للصورة الثانية لاحظوا ما هي جيدة طفلان يتعاركان هل هذا سلوك جيد؟ أكيد لا فالطفل المسلم لا يتعارك أو يعنف زميله سواء في المدرسة أو الحي أحباء نمر للصورة الثالثة بالطبع ستقولون معلمتي هذا تصرف غير حسن نعم وهو السحرية من الآخرين فالسحرية من زميلنا أو زميلتنا أو نعتهم بألقاب سيئة تصرف سيئ فالله خلق الإنسان وأكرمه وجعله في أحسن تقويم كما تعلمنا سابقاً لعلنا فهمنا جميعاً إذن أن دينا الإسلام يدعونا إلى حسن التعامل مع الآخرين نستخلص إذن أعامل زملائي طفل مهذب أحسنتم جميعاً أيها المبدعون المتميزون وأيتها المبدعات المتميزات الآن حناظركم لتبينوا أنكم فهمتم معنى حسن معاملة الآخرين في هذا التمرين ستشاهدون بعض الصور وتجيبون هل هذا سلوك حسن أو سلوك سيئ شاهدوا إذن ونأخذ مع كل صورة مهلة للتفكير أو توقف الشريط وتجيبه ممتاز سلوك سيئ هل هكذا نتعامل مع زميلتنا بشد شعرها وأخذ كتبها؟ طبعاً لا أحسنتم نمر للصورة الثانية فكروا قليلا رائع سلوك سيئ كذلك هل يعقل أن يسيء الطفل المسلم إلى زميله؟ يأخذ أشياءه ويصحر منه؟ جيد نمر للصورة الثالثة فكروا قليلا أحسنتم سلوك حسن الجلوس مع الأصدقاء والمرح معا والقراءة معا سلوك حسن أحسنتم نمر للتمرين الثاني نوقف الشريط ونجيب عن الأسئلة أعامل زملائي باحترام أعامل زملائي بالضرب أعامل زملائي بالحسن أعامل زملائي بالسب أي قول الكلام البديئي السيء ونصل هذا بسهم أعامل زملائي باحترام نعم نمر إلى الثانية أعامل زملائي بالضرب طبعا لا أعامل زملائي بالحسن نعم أكيد أعامل زملائي بالسب لا أحسنتم جميعا بارك الله في جهودكم ووفقكم لحسن الأخلاق صغار الأعزاء يحثنا ديننا الإسلام على التحلي بحسن الخلق فأحسن الناس فأحسن الناس هم أحسنهم أخلاقا فلنحسن التعامل مع الآخرين أوصيكم بتقوى الله وحسن الخلق إلى هنا أقول لكم إلى لقاء آخر أحبابي ودمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ترجمة نانسي قنقر